بالتأكيد هنتكلم على الزمالك البرامدز الأول والسؤال مباشر وسهل ليه الزمالك كسب بيرامدز النهاردة؟ الزمالك كسب بيرامدز النهاردة علشان خاطر أنا شايف أن الزمالك مع جومس تغير بقى زمالك بيعرف يكسب حتى لو ظروفه وحشة حتى لو عنده مشاكل الراجل زاكي جدا في التعامل مع المطشاط عجبني أول كريم النهاردة أنه هو عارف أنه مش يقدر يجاري بيرامدز في السرعات ساب له مش شوت التاني كله ولعب تحت الكرة وبقى يلعب الكرة عالية لسف الجزيري والزيزو دي نقطة نقطة تانية بيرامدز عمل كل حاجة في الكرة فريق عنده كل الإمكانيات ولكن هفضل أقول الكرة لعمرها كانت فلوس بس وعلى عمرها كانت انتدابات وعلى صفقات بس كرة محتاجة جمهور جمهور نادي الزمالك النهاردة هو اللي بيحرك نادي الزمالك جمهور نادي الآلي النهاردة في المطش اللي كان سائق جدا للنادي الآلي برضه قدام سراميكا ولي بيحرك النادي له. بقولي أن البيراميز ده ومعها خمسة آلاف متفرج النهار ده كان ممكن يكسب أن البيراميز مجوريات المباراة كان أحسن من زي مالك بكتير في كل أوقات المباراة. إنما غير كده أنا بشوف أن جوميز مدرب واقعي وشاطر جدا جدا في التعامل مع المباريات دلوقتي الإخصائية. زي مالك يلعب ما يلعبش أو زي مالك بيكسب. من أول الكونفيدرالية لحد ما السوبر الأفريقي كان أفضل من نادي الألي. النهار ده ما كانش أفضل من بيراميز ولكن قدر يتفوق. فبصراحة كريم جوميز مدرب كبير جدا وعموما البرتغاليين هما. شلو حيبقى حاجة فنية بقى حصلت.